ايه موضوع الزمالك؟ يعني كل يوم ارى خبر مش كل يوم اليومين دول كل يوم من فترة يعني البلعوتي والزمالك الزمالك مهتم بالبلعوتي الزمالك وفوض البلعوتي الزمالك عايز البلعوتي الزمالك بيتكلم مع اين بي الموضوع ده بجد ولا كله كلام؟ والله هو يعني السنة اللي فاتك كان برضو في نفس الكلام ده بس السنة دي اقوى شوي برضو كله كلام وقلة كلام اخبار مفيش حاجة وصلت للرسميات يعني بقى في حاجة رسمي في النادي بس حد قالك انو الزمالك مهتم بيك؟ اه فيه اه 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 فيه كلام متاع بس مفيش حاجة رسمي وصلت النادي طيب كده كده عشان انا احب انا اقولها انا الجملة دي قبل ما انت تقولها كده كده القرار في يد انبي طبعا طبعا انا خلاص دي احطها على جموعه انت بقى معندكش مانت العب للزمالك؟ طبعا شو عرف لايه حد يلعب للزمالك او الاهل طبعا لا ارش ديك عشان انت راجل انت واحد من امناء الاهلى حرفيا يعني تواجه ببادئ مع الاهل يعني ده ميمنعش انك تلعب فيه لا طبعا انا الكرة دلوقتي احتراف مع اي مكان انت حابب يعني جايلك وحابب تلعب فيه خلاص طيب انت في امي مثلا اساسي وزي بيقولك ده مربع على مركزك راجل لك خبراتك مع امبي واسم كبير مع امبي. في الزمالك في منافسة صعبة ممكن ما تروحش تبقى اساسي ممكن ما تبقاش حتى حالس تاني يعني ممكن تبقى حالس تالت عشان تتكلم في محمد صبح ومحمد عواد ممكن تبقى اول طبعا بالمنافسة. اي. بس المخاطرة دي او التحدي ده ما يلقاش لو روحت الزمالك. ما هو الفكرة ان انا مش هروح زمالك لما عواد مثلا كان في كلام عواد هيتحرك. هتبقى المنافسة مع صبحي. صح. فهتبقى قريبة. اه. لكن لو منافسة مع اتنين لا انا ما ما تعبش نفسي. بترتيبهم طبعا هيبقى الموضوع صعب شوية يعني اه هتاخد وقت طبعا على ما بتدأ اه تبقى رقم اتنين وبعد كده رقم مع في الموضوع ياخد وقت شوية. اه. انما تبقى رقم اتنين موضوع قريب. على طول حصل حاجة لقدر الله. انت على طول انت اللي موجود. صح. فمشيبقى عندك مشكلة انك تبقى تاني او اول وكده كده هتبقى موجود في السور. طبع. هتبقى موجود في السور. طيب.